للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي مرحبا بك دكتور شاهدنا التقرير والمشاكل التي طرأت بعد تخفيض أسعار الكارتات الهاتف النقال ويبدو أنها لن تحل فرغم الضغط إلا أنها تراوغ في تقديم الخدمات كيف يمكن إجبار شبكات الهاتف النقال إجبارها على تقديم ما عليها من خدمة؟ تفاضل طبعا من الواضح أن هيئة الاتصالات هي المعنية برقابة هذه الشركات يفترض أن تكون لدينا غرامات تفرض على هذه الشركات إذا كانت هناك سوء في الخدمات وواضح أن هناك تردي في خدمات الإنترنت وغيرها من المواقع بسبب يبدو أن الشركات لم تستطيع تحديث منظوماتها لكي تتلائم مع حاجة الاقتصاد العراقي الاقتصاد العراقي بحاجة إلى اتصالات عالية الجودة للأسف جولات التراخيص في قطاع الاتصالات ركزت على شركات لا تمتلك استثمارات دولية بمكانة عالمية الاقتصاد العراقي اقتصاد عالمي يحتاج إلى استثمار في هذا الجانب فعملية فتح نافذة للشراكة مع شركات عالمية بمستوى حاجة الاقتصاد العراقي ستجبر هذه الشركات على تحديث منظوماتها بالتأكيد الشركة الوطنية التي يفترض أن تباشر عمالها عليها نتحدث عن تحديث منظومات هذه الشركات لكن هذه الشركات كانت في السابق قبل أن يخفض سعر بيع الكارتات كانت أفضل من الآن كما سامعنا وشاهدنا التقرير الذي لدى الزميل من البصرة أحمد علي الحكومة تلغي الضريبة وتتحمل الخسارة والشركات تواصل الربح والإضرار بالمواطن طبعا يفترض هيئة الاتصالات هي المعنية والبرلمان أيضا يعني مجبور في مراقبة أداء هذه الخدمات سيئة ونحن متفقين مع هذا الطرح بأن جودة الخدمة انخفضت خلال هذه الفترة لا أعتقد أن الموضوع مرتبط بمبلغ الضريبة لأن الضريبة كانت تجبى من هذه الشركات لصالح الحكومة فإرادات هذه الشركات بالعكس ارتفعت خلال هذه الفترة لأن حجم المستفيدين من الخدمات بالأسعار الجديدة ارتفع فعليها أن ترفع من قدرتها في كسب رضى الزبان لأن هناك شركة وطنية ستنافس هذه الشركات يعني يقال أن الحل هو بإيجاد شركة وطنية لكن يبدو أن هذا الأمر لا يخدم أطراف تضغط بعدم تحقيقها أنت كيف ترى الأمر؟ هل فعلا أن الشركة الوطنية لن تنفذ ما يتطلبه الشارع العراقي بضغوطات أخرى على أنه بعدم تفعيل هذه الشركة؟ يعني أنا أميل إلى أن يكون القطاع ليس احتكاري حاليا هناك فقط ثلاث شركات تعمل في بيئة العراق في حين أن الحد الأدنى يفترض أن يكون خمس شركات من ضمنهم شركة عالمية يعني شركة عالمية ستجبر هذه الشركات على زيادة جودة خدماتها لأن المستهلكين يدفعون ملايين الدولارات يوميا فعليهم أن يستجيبوا لحاجة المستهلكين وجودة الخدمة هي مقياس رغبة المستفيد هو الذي يحدد أين ينتمي إلى شركة وطنية محلية شركة أقليمية شركة دولية فتح نافذة المنافسة كحد أدنى خمس شركات بشروط توضع في مقدمة التعاقد مع هذه الشركات والمستهلك يفترض أن تكون لدينا نقابة تحافظ على يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي كنا نتحدث عن شركات